دلالات كثيرة تحملها الاحتفالات بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش فهي مناسبة لتجديد الولاء والانتماء للوقوف إلى جانب القيادة ببعديها الوطني والقومي للحديث أكثر حول تلك الدلالات ينضم إلينا في ستوديو الأخبار الباحث والمؤرخ الدكتور بكر خازر المجالي مساء الخير دكتور مساء الخير أهلاً وسهلاً بك في ستوديو الأخبار يعني دكتور بهذا اليوم من كل عام يحتفل الأردنيون بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وعيد جلوس جلالة الملك على العرش حيث يأتي الاحتفال بهذه المناسبات الوطنية تأكيداً على تعزيز المنجزات ومواصلة بناء الدولة سنتابع تقرير ومن بعده نعود لمتابعة حديثنا يمر يوم الجيش بظروف استثنائية هذا العام جعلت من أفراد القوات المسلحة أكثر قرباً من الشعب وعكست العلاقة القائمة على المحبة والتقدير والاعتزاز بين النشام وأبناء الوطن الذين كانوا يستقبلون الجيش والأجهزة الأمنية في محافظاتهم بالورود والزغاريد أثناء جائحة كورونا وبهذه المناسبة قال جلالة الملك عبد الله الثاني إن أبناء وأحفاد جنود الثورة العربية الكبرى ما زالوا يضربون أروع الأمثلة في البطولة والتضحية وكتبت جلالته في تغريدة على تويتر اليوم مهنئاً في يوم جيشنا العربي وفي ذكرى الثورة العربية الكبرى ما زال أبناء وأحفاد جنودها الأشاوس يضربون أروع الأمثلة في البطولة والتضحية إلى يومنا هذا لهم منا تحية عز وفخار ولأرواح شهدائنا الأبرار التقدير والوفاء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجه رسالة صوتية بهذه المناسبة أكد فيها على مواصلة التضحيات التي يقدمها الجيش العربي المصطفوي لقد ذدتم عن تراب الوطن وأبناء الوطن بأرواحكم في مواجهة الوباء الشرس تماماً كما ذدتم قبل ذلك عن أرض الكرامة وكل شبر من أرضنا الطاهرة فالتسموا يا وطني بقدسية أرضك وحرية إنسانك وكرامة أمتك وأصالة رسالتك التي توارثناها من آل هاشم ودمتم أنتم حماة الديار بقيادة مولاي المعظم وإلى جانب مناسبة يوم الجيش مناسبات أخرى يحتفل بها الأردنيون بفخر واعتزاز فالثورة العربية الكبرى لا تزال تجسد حالة تجديد الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية التي ومنذ الرصاصة الأولى التي أطلقها شريف الحسين بن علي وحتى يومنا ما حادت بوصلتها عن الوقوف إلى جانب الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي حملها الهاشميون إلى كل المحافل دفاعاً عن الأرض والإنسان ولعيد جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش رسائل كثيرة أبرزها التأكيد على تعزيز المنجزات ومواصلة بناء الدولة والإنسان إذ تحرص القيادة الهاشمية على كرامة الأردني وتوفير سبل العيش الكريم له وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع أفراد الشعب أهلاً وسهلاً بك من جديد دكتور بكر أهلاً بك يعني الجيش العربي الجيش الأردني مساهمات عديدة مستوى متطور بين كافة الجيوش في المنطقة في الإقليم وفي العالم وأيضاً تحديث مستمر للجيش ويعني مساهمة كبيرة من الجيش في بناء الشق العسكري وحتى المدني في الدولة الأردنية اليوم نحتفل بالذكرة التاسعة والتسعين لتأسيس هذا الجيش حدثنا عن تأسيس الجيش كيف بدأ وكيف تطور وما هي الروح التي بثت في هذا الجيش يعني الجيش العربي الأردني هو بأساسه بثق من الجيش الشرقي اللي هو أحد جيوش الثورة العربية الكبرى اللي كان بقيادة الأمير عبدالله بن الحسين مؤسس هذه الدولة واللي زحف إلى معان ووصل إلى معان في 2011 من عام 1920 وهي مئوية مهمة جداً نتذكرها أيضاً ومن ثم بدأ من معان وحول قصر المحطة الرئيسية في معان إلى مكان سمي بمقر الدفاع الوطني لنقل رسالة إلى كل أهل بلاد الشام وخاصة شرق الأردن هذه الرسالة مفادها أن الرسالة الثورة العربية الكبرى هي مستمرة وأن راية الثورة العربية رفعت لتبقى خفاقة في السماء وزحف إلى عمان فيما بعد ودخل عمان باثنين آذار 1921 هذا الدخول دخل معه ثلة من الفرسان نواة لهذا الجيش هذه النواة كانت من حوالي فقط 350 رجل ابتدأ الأمير عبدالله بن الحسين بتأسيس القوات العسكرية للحاجة الأولى لها للسيطرة وضبط الأمن الداخلي بالدرجة الأولى واثنين التي تكون هي القاعدة التي على أساسها أسست مختلف أجهزة الدولة الأخرى معنى آخر هو لا بد من استتباب الأمن نعم والاستقرار الداخلي للبدء وفعلا بدأ هذا الجيش الصغير بحوالي 350 رجل ثم بدأت عملية تجنيد شباب أردنيين من شق الأردن وتميز الجيش العربي الأردني في بدايته أن يلتحق في أشخاص من فلسطين من الشام من الحجاز وبالتالي أصلا لما دخلنا حرب فلسطين عام 1948 واستشهد من الجيش العربي الأردني حوالي 400 شهيد نجد حوالي منهم 100 شهيد هم غير أردنيين نعم أبدا وهذا الجيش عندما بدأ بالتطور من عام 1900 1921 بلغ ضروة تطوره هو عندما أعلن استقلال الدولة الأردنية الأول في 25 أيار 1923 عندما أصبحنا حكومة باسم حكومة الشرق العربي نعم معنا آخر صرنا دولة هذه الدولة تحتاج إلى جيش هذا الجيش أول ما برز برز في أول حكومة أردنية شكلت بـ 11 نيسان 1921 برئاسة رشيد إطلاع بأن خصص أحد الوزراء ليكون وزيرا باسم مشاور الأمن والانضباط يعني إحنا قبل ما يكوننا جيش كان في عنا اسمه الأمن والانضباط نعم بالدرجة الأولى يعني نواة جيشنا أصلا هو الدرك والأمن والانضباط نعم كانت هذه أحدى النقاط المهمة في تشكيل الجيش وفي دعمه وفي رفع مدراته نعم بعدها ماذا حدث أو أبرز المحطات التي أدت إلى يعني قوة وازدهار الجيش الأردني نعم يعني رعى الأمير عبد الله الأمير في ذلك الحين الملك عبد الله الأول رعى هذه القوات المسلحة لإيمانه بأن المنطقة مقبلة على أخطار وهذه الأخطار يجب بناء جيش قوي لمواجهتها وخاصة أنه كان لدى الأردنيين وعي وطني قومي مبكر يحذرون برسائلهم بأحزابهم بمؤتمراتهم الوطنية من خطورة الوضع ومن خطورة الهجرة اليهودية إلى فلسطين نعم هذا الكلام بالـ 22 والـ 23 والـ 24 والـ 27 فكثار الاهتمام ببناء القوات المسلحة الأردنية على شقين الشق الأول هو الاهتمام بالتدريب تدريب أبناء الوطن بشكل كامل الشق الثاني هو التسليح واستقدام أسلحة واستيراد أسلحة لهذا الجيش عن طريق عقد معاهدة أردنية بريطانية هذه المعاهدة الأردنية البريطانية العقدة عام 1928 هي نقطة التحول في بناء القوات المسلحة الأردنية لأن واحدة من بنود هذه المعاهدة أنه أي اعتداء على بريطانيا يعتبر اعتداء على الأردن وأي اعتداء على الأردن يعتبر اعتداء على بريطانيا وترجمة هذا البند لا يمكن ترجمته إلا بأن يكون هناك جيش مدرب مسلح في ذلك الحين إذن دكتور تم تجهيز هذا الجيش وتم دعمه وتم إعطاؤه الشرعية بوجود وزير في ذاك الحين وهذه الاتفاقيات وأيضا هذا الجيش الذي ولد من رحم الثورة العربية الكبرى وكان من أوائل الجيش التي تدخلت في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقفت بوجه الصهاينة في ذاك الحين نتابع هذا التقرير عن تضحيات الجيش الأردني في الأراضي الفلسطينية ونعود لاستكمال حوارنا الكثير من الشهادات التي يحفظها أبناء الأرض المحتلة حول بطولة نشام الجيش العربي هذه التضحيات التي تظهر في كل عام مع أي مناسبة وطنية أردنية يحتفل فيها الفلسطينيون تقديرا لعطاء رئة وطنهم الثانية كما يعرف الأردن دوما في نابلس مثلا يحيي أبناء المدينة في السابع من حزيران من كل عام ضريح الشهيد صالح شويعر بطل موقعة الدبابات في منطقة وادي التفاح حيث دفن الفلسطينيون رفاة الشهيد ورفاقه ممن أذاقوا مدرعات الاحتلال المر قبل ارتقائهم هذا المكان نعتبره رمز للمعركة ورمز للجيش الأردني ودفاع عن فلسطين ودفاع عن نابلس داخل الجيش الإسرائيلي ووصلوا لهون معركة استمرت حوالي خمس ساعات أبهاشم قاوم للنهاية سبع آليات دمرت بالكامل من قبل مدرعات الجيش الأردني أنا بشاهد عيان وأحلف على ذلك في فلسطين تعانق دم أبناء الأرض المحتلة مع أشقائهم من نشام الجيش العربي تماما كما تعانق تال أسلحة في مختلف أنحاء فلسطين التاريخية وتوج الأمر بنصر الكرامة رفاق السلاح من فدائي فلسطين يستذكرون بطولة الأشقاء في المعركة التي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر التي كان يطلقها جيش الاحتلال على نفسه معاركة الكرامة الذي استشهد فيها ما يزيد على مئة عسكري أردني تقريبا مثلهم من الفلسطينيين الذين قاتلوا بعد عزيمة لم يمضر عليها ستة شهر شوف كيف هذه العزيمة التي تولدت إذن هذه نتيجة إصرار وعقيدة راسخة لدى كل الأردنيين أن فلسطين قضيتهم كل التحية لشعبنا وحكومة الأردن وجلالة الملك صاحب المواقف القومية وصاحب المواقف الصلبة والكل هنا بالشعب الفلسطيني يذكر تصريحه الأخير ومساندته للأردن تاريخ مجيد وتاريخ مشترك في فلسطين التقدير الفلسطيني لبطولات نشام الجيش العربي خصوصا باحتفائهم بتضحيات شهداء القوات المسلحة الأردنية هو ذات التقدير لمواقف الأردن المساندة دوما لفلسطين ونضالها سواء فيما يتعلق بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني أو حتى المواقف الشعبية تبقى الأردن حاضرة في كل الأحاديث الوطنية الفلسطينية بكونها سند الشقيق لشقيقه المكلوم بالاحتلال والرئة التي يتنفس منها الفلسطينيون هواء الحرية إلى العالم من مدينة رمالا المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا إذن دكتور تضحيات كبيرة دائما رسمت بالدماء على أرض فلسطين المحتلة قدمها الجيش الأردني وما زال موقف الأردن ثابتا تجاه القضية الفلسطينية في اليوم في احتفاءنا بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش أيضا كان هناك أهداف كثيرة كان يسعى الشريف حسين على تحقيقها من خلال الثورة العربية الكبرى وبعد هذه الثورة استمر الجيش الأردني يحمل راية الثورة العربية الكبرى وأهداف ما هي أبرز أهداف الثورة العربية الكبرى نعم يعني قبل ما أبدأ اسمح لي بس إشارة بسيطة لهذا الاحتفال طبعا هذا الموقع زرته عدة مرات في نابلس مقبرة الشهداء مقبرة الشهداء اللي بسموه أبو هاشم نعم هم هو اسمه أبو علي نعم بس أهل نابلس بسموه أبو هاشم صالح شوير وزملائه الثلاثة سليمان العطية الشخانبة وراشد العظمات وصياح الفقراء هؤلاء الأبطال اللي دافعوا عن هذه المدينة وصرح المقبرة الثانية اللي برامو الله هاي كمان فيها شهداء من الجيش الأردني من عام الثمانية واربعين نعم إضافة لهؤلاء الشهداء وتقريبا هناك أكثر من مقبرة شهداء في أرض فلسطين نعم يعني هناك صرح تذكاري رائع وجميل جدا موجود في طول كرم نعم مثلا أيضا في طوباس نعم عدا دكتور عن القبور التي تم اتشافها قبل فترة يعني نعم باستمرار يعني أرض فلسطين هناك يوجد فيها حوالي مئة وثمانين بريح جندي أردن نعم وهؤلاء الأضرحة أنا برأيهم خير سفراء لنا في أرض فلسطين نعم والشيء الأهم أنهم ينالون رعاية فائقة من قبل أهلنا فلسطين نعم رعاية ما بتتصورها نهائيا وكثير من الأهالي من الأردن كان يروحوا يجيبوا رفاة جنودهم أهل فلسطين يرفضوا يعطوهم إياهم بقولوا هذول استشهدوا على الأرض ضيوف عنا ونحن نعتز بوجودهم وفعلا ما كانوا يخلوهم يخذوهم عدا هناك قصص كثيرة استشهادية لجنودنا هناك نعم دكتور بشكل سريع كيف تتقاطع أهداف الثورة العربية الكبرى مع موقف الأردن اليوم برفع ظلم ورد الأتداء نعم الثورة العربية الكبرى بالأصل عندما نريد قراءتها نقرأها كرسالة أولا هي نهضة وهي رسالة ذات أهداف والثورة باستمرار نعتبر أنها لا زالت مستمرة وهي ثورة متجددة فكرا نعم وعلما ومنهجا ويجب أن توظف مثل هذه الرسالة باستمرار في مناهجنا في منتدياتنا في هيئتنا الثقافية في كل شيء فرسالة الثورة العربية الكبرى عندما تأسست في الشكل هي رسالة الدولة العربية نعم التي أسست مفهوم الدولة العربية وأرسة قواعدها التي نراها الآن وأيضا هذه الرسالة هي أبرزة القضية العربية لتكون قضية على المستوى الدولي ذات اهتمام دولي كانت نحور اهتمام في مؤتمر سان ريمو في باريس وأيضا في عصبة الأمم وكانت القرارات عندما تصدر تصدر وهي تراعي ما قدمه العرب في الثورة العربية الكبرى هذه الثورة التي هي تحتاج من المزيد من الاهتمام والدراسة والقراءة وإعادة إنتاج رسالة الثورة العربية الكبرى من جديد إذن أهداف ورسالة وروح الثورة العربية الكبرى ما زالت مستمرة ويحملها الجيش العربي الجيش الأردني القوات المسلحة عبر راياتهم وحتى ممثلة بمواقف جلالة سيد البلاد نعم نعم بدي أشكر وجودك معنا دكتور بكر خازر المجال الباحث والمؤرخ كنت ضيفنا في الستوديو شكرا جزيلا لك شكرا لكم